بسم الله وبسم الشعب للجمهورية ومجابهة الردة الظلمية الحديث هنا عن جيل الأبناء جيل من عصر الجمهورية وتربوا في ظلالها الذين لم يحسنوا فهم تاريخهم وجعلوا من الثورة حدثاً مناسباتياً يجدرون من ورائه المصالح الذاتية والتاريخ الشخصي بينما ينخر المرتدون في عظام الجمهورية وينسجون شراك النكسة أمام أعين من يتغنون بالجمهورية ولا يعرفون قيمتها هم اليوم ملزمون بالاعتذار لثوار سبتمبر والاعتذار لكل شهداء مأساة حرب ميليشيا الانقلاب والاعتذار للتاريخ وللمستقبل أما هم فلا عذر لهم ولا شفاعة إن الذين لا يحفظون تاريخهم ولا يعلموه لأبنائهم معرضون للمصائر السيئة وتلك حقيقة التاريخ والواقع أن جيل ما بعد الثورة عجز عن جعل السادس والعشرين من سبتمبر معتنقاً وعقيدة راسخة لليمنيين وتلك غلطة استلزم إصلاحها الآلاف من الشهداء ونهر من الدماء مستمر حتى غدت اليوم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مبدأ اليمنيين الراسخ وقيمتهم الوجودية يحتفل اليمنيون بسبتمبر كما لم يفعلوا من قبل حتى أولئك الذين لم يكونوا على وفاق فكرياً وأيدلوجياً معها باتوا لا يجدون مطرحاً سانحاً للعيش إلا في كنفها ذلك أن قيم الثورة وأهدافها هي الضامن الوحيد لحرية اليمنيين وكرامتهم ومستقبلهم ترجمة نانسي قنقر